اول حاجة اللي بيمر بيه الدل المرحلة دي اول حاجة هو دلوقتي حالا بيمر بيه وضع اساس لمرحلة جديدة او لحاجة جديدة بيبتديها ممكن يكون الدل بيبتدي عمل جديد او بيبتدي مثلا مشروع جديد او عمل جديد او هو في نفس مكانه بس فيه قعدة قعدها اهو مع ناس ممكن دول يكونوا شركاءه في الشغل او زباله او مديرينه لوضع خطة واساس للمرحلة اللي جاية ان شاء الله هيتبقى ميتنج او اجتماع مثمر باذن الله بس المطلوب من الدلو انه يسمع كويس في التيم بتاعه يسمع كويس لزملائه او شركاءه في الشغل وما ينفرش وينشر دماغه بحاجة معينة نسمع بعض ده عمل جماعي لو الدلو هو صاحب العمل ده برضو نفس الحكاية يعمل الناس اللي شغالين معاه على انه هم شركاءه ومش ناس بتشتغل عمله تمام عشان نوصل في النهاية لوضع اساس محترم كده لمرحلة جديدة اللي داخل عليها برج الدلو طيب ايه الحاجات اللي نفسه فيها برج الدلو يعني هو ده تقليف اندكارتك يا برج الدلو عارفين حاجة ماشية بسرعة مش بسرعة فيها يعني مرضود كتير هو عايز مرضود كتير وكمان ممكن يكون الدلو هو اللي عايز يدي عنده كمية طاقة حب وطاقة عطاء كتير ونفسه انه هو يطلعها ما تطلع حب الناس اللي حواليك اديهم اهتمام ركز معاه و اديهم حب دي طاقة انا شايفاها دي حاجة نفسه يعملها الدلو وعنده طاقة اهتمام وحب ويعني طاقة كبيرة جدا نفسه انه هو يخرجها ايه كمان اللي ممكن يكون الكث ده بيوحي ان البرج الدلو محتاج لشوية ايجابية في حياته محتاج شوية طاقة ايجابية ده ذكرت الندم وده بيوحي بطاقة مش بس طاقة عطاء لا كمان طاقة ايجابية نجم حاجة بنورة طاقة يمكن تكون طاقته دلوقتي علشان كده الكرت ده جاي في الحتة دي انه هو نقصه في طاقة كويسة انه هو مفتقد للحتة دي مفتقد ان الطاقة تكون متجددة جدد من طاقتك يا بارج الدلو في حاجات كتير جدا ممكن تعملها تجدد من طاقتك الرياضة تلعب ياضة تحفز نفسك ايه دي نفسك دايما امل انه اكيد ان شاء الله ببقى حيكون احسن هتلاقي طاقتك ان شاء الله تجدد والدنيا عندك بقى التماني ايه التحديات اللي عند بورج الدلو اهي ده كرتب يوحيه بالثقة بالنفس قوي وصلت من نفسه قوي في حتة البادي لانجوش بتاعت الكرت اللي هو ايه انا جامد قوي انا اعمل ايا حاجة انا افوت في ايا حاجة دي التحديات اللي عندك لعله وعسه ده انظار يا بورج الدلو انه زيادة الثقة في النفس ممكن يكون ليه مرضود عكسي يعني كل حاجة بمقدار معقول حلوة جدا دي التحديات اللي قدامك ويمكن يكون معنى الكرت التحديات ان انت مش عارف ابتدي البداية الجديدة دي ده واحد مقبل على حاجة جديدة ومستعد لها ومتحمس لها جدا جدا يمكن الدلو مش عارف يوصل للنقطة دي فيه عكسات فيه حاجة واقفة في طريقه انه مش عارف يوصل لحتة البداية الجديدة دي اصبر ان شاء الله كل حاجة هكون كويسة ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا بورج الدلو توصل للنقطة دي للأسف المادة الفلوس اللي حيساعدك انك تستثمر من فلوس يعني فلوس حقيقية ان انت توصل للحتة دي ايا كانت المشكلة اللي بيمر بيها الدلو انا شايفة الطاقة المساج اللي جايالي الحل او الوسائل المساعدة اللي ممكن تساعدك توصل للنتيجة اللي انت عايزها فلوس اما انه بتدفع مثلا في استثمار بتحط فيه فلوس عشان تحلي مشكلة معينة حتى تدفع فيها فلوس ده الحل دراهم ده اللي حيساعدك تخرج او انك انت توصل للحتة اللي انت عايز توصلها اوكي ايه النتائج المتوقعة اللي تحصل بالنسبة للشهر ده حيوصل للايه الدلو بداية جديدة جاية ايه خلاص اهي ايس الايس زي ما تعودنا في اللايبات القبية جدا دايما بياحي بداية جديدة وانتصار لو عندك مشاكل او قساد دلوقتي يا برج اللي تلوك توقع ان شاء الله انتصار جواك زي ما قلنا طاقت عطاء كبيرة جدا 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 او انت واخد بالك ان انت محتاج تركز ان انت بجد تطاقت وتطاقت تكون احسن عارف انت لازم تعمل ايه ومقبل انك انت تبدي بداية جديدة هتوصل ان شاء الله بس الحاجة اللي انا شايفها ان انت محتاج تعتمد على نفسك في حاجة فخليني اقول برج الدلو لو انت معتمد على ناس تانية ان هي تحل لك المشكلة او توصلك للنتيجة اللي انت عايزها لا اعتمد على نفسك ده معتمد على رسو طيب تعالوا نشوف بالنسبة لصحة الدلو نتمن على صحة عبارها ايه القراءة حلوة الحمد للان فياش اي مشاكل شهر مهم عن برج الدلو وان شاء الله هيعمل حاجات كويسة وحيوصل للنتيجة او البداية اللي هو عايز يبتدي هدف اوكي صحيا ما شاء الله كويس لعب حلو جدا بس بيميل للهلوس يعني ما بيتحركش كتير عايز جد التقطب اتحرك اوكي اتحرك القاعدة دي مش كويسة بس الصحة الحمد لله شفها كويسة جدا بس ما انتخها بيدي الحالة المادية انا شايفة ان الدلو راضي يقول الحمد لله يعني ده صراحة الكارت ده انا يعني بحبه اكدر من الكارتن حد يبقى ان شاء الله عنده مثلا تحسن في الحالة المادية او اي حاجة حالة الرضا دي انوا قاعد بيقول الحمد لله تشكرك يا رب انا عندي كلنا محتاجة الحمد لله الحمد لله الحالة المادية كان عند برج الدلو لك جود تعالوا نشوف الدلو عاطفيا اخباره ايه وليك جاي ان شاء الله هنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله بس هماشين للتبتيج برج برج بالتبريج في قراءة قراءة العاطفية ب leverage الدلو human كمية مشاعر الفترة دي يعني لا تقدر بثمن بس مش عالفة ليه ما بيوريهاش يعني هو هو حب وطبة اهتمام حلوة جدا بس ما بيوريهاش طيب الدلو حالته عاملة ازاي هو دفول بالنسبة للعلامة يعني القراءة العاطفية هو عامل احدا عامل مش واخد بينه او خلينا نقول حاسس انه هو في العلاقة حاسس انه هو حر مش حاسس له قيود ودي حاجاتك مهمة جدا عند بوري الدلو انا شايف انه هو حاسس بمغامرة حاسس انه هو مبسوط هو معنى من الاثنين اما انه هو عامل نفسه مش واخد باله او انه هو مبسوط ومتحمس وحاسس انه هو بيعمل مغامرة حلوة جدا مع شريك تمام بالنسبة للشريك الدلو حالته عاملة ساي لان انا شايف ان الشريك كمان حاسس انه هو مبسوط حاسس بوفرة يعني حاسس انه فيه امبوتس كتيرة جدا بيحسها من ناحية الدلو حاسس انه هو يعني مدلعه ايا كان بقى شكله بهداية باهتمام بحب شريك الدلو انا شايفه بحتة حلوة يعني مبسوط وحاسس بحالة ووفرة الدنيا تمام الدلو عايز يعمل ايه او نبسو في ايه انا شايف انه هو حابب بيقدم حاجه لشريك واما هدايا بيقدمه عرض لو العلاقة دي لسه مدخلتش فيه ارتباط رسمي عايز يقدم عرض ارتباط عايز يقدم له حب اكتر كمان من اللي هو بيعمله دلوقتي يمكن الدلو مش عارف يعني يوضح مشاعره قوي فهو نبسو يوضحها بشكل احسن وشكل مادي اكتر طيب شريك الدلو نفسه في ايه مش عارف يعني الحتة دي شكلها غريب قوي يمكن شريك الدلو عايز يعمل عملية اقف هنا حاجه تقف يمكن مقصود قوي من الحالة اللي هو فيها دي يعني 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 هو وقفني هنا انا مش عايز يعني عايز افضل في الحتة دي كتير دي حالة حاجه وقفة ما بتتحركش زي بتقول عايز الزمن يقف في الحتة دي نفضل كده بالشكل ده فدل نفسه في شريك الدلو اوكي الدلو شايف شريكه ازاي هو شايفه اه ده بمعنى في تغيير كبير طرق على الشريك اوكي او بيواجه شيء صعب شوية اه يمكن يكون شوية قلقان خايف من حاجه اه يمكن حالة لو دي علاقة جديدة الشريك حياته تتغير شوية بسبب العلاقة دي ابتدى ان هو حياته تاخد شكل مختلف وتاخد مرحلة تخشت مرحلة تانية فهو قلقان شوية فدل وشايف شريكه داخل في مرحلة تغيير جامعة جدا وخايف شوية اوكي تمام الشريك الدالو شايفه ازاي king of pentacles حد عنده عطاء كتير جدا ما بيخلصش والدالو فعلا عطاءه كتير جدا جدا اه شايفه ان هو اه يعني بقى عنده حكمة شوية كمان ان كانت بيوحي بان في حكمة بقى بيشغل عقله شوية بقى في شوية في رزانة في الموضوع او يمكن هو اصلا كده فهو شايفه شخصية يعني عطاء جدا فهو يقول اكتر كلام دبلوماسي ممكن تمام يمكن الحجر بيمر بها او شريك الدالو يعني بيحسسه على بعض بس اللي انا شايفه انه الاتنين بيثقوا في بعض جدا فيه عملية ثقة جمدة جدا وفيه عملية انه زي ما قلنا ثقة وانه الاتنين شخصيات قوية جدا وشخصيات قيادية جدا لكن مع بعض بيتحولوا لي حاجة يعني فالطاقة حلوة جدا طاقة زي ما قلنا حاجة من الاتنين اما الثقة ما شاء الله بيثقوا بعض جدا جدا ومسلمين لبعض امور بعض يعني فهمين قصدي ايه انه انا بصد شريكي جدا وعرف انه هو هيديلي نصيحة مصبوطة او انه فيه حاجة شريك واحد منهم عايز يقولها للتاني بس بيختار كلامه كويس اوي اوي او بيختار الوقت اللي يقوله كويس اوي اوي طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده الشهر ده انا شايفة انه في عملية اه ابتقال لوقت هادي جدا في حالة استقرار زي ما احنا شايفين لو الفترة اللي فاتت كان فيها شوية تقلبات او حاجات مفاجئة بتحصل الموضوع رايح يحطة فيها استقرار وهدوء كويس جدا جدا او خلينا نقول بنعدي البر امان كان الفترة اللي فاتت فيها شوية مخاطرة والفترة اللي جاية هتكون اه ما فيهاش مخاطرة فيها خلاص امان وفيها استقرار كويس ايه المتوقع يحصل الشهر الجاي اه وخلينا نقول انه دي بقى دي فوقعات فعلا ودي الطريقة بتاعت الماب فمش هزاكوا تركزوا ايه بالنسبة للشهر اللي جاي دي طاقة تانية ممكن جدا تتغير كويس في هنا خسارة بتحصل اما خسارة مادية او خسارة حد انه الدال واوش ديكو بيفتقد حد ومش لازم الفوق دال ده انه هو يكون لقدر الله موت لا ما قلتش كده ممكن تكون في حد بيمش بيسافر مثلا او بيحصل خلاف ما بينه وبين حد وبيحصل فراء بس الفراء ده بيزعل اما الدلو او شريكو ففي حالة خسارة او هم شوية في شهر الستة طيب شهر السبعة القعدة دي اما انه الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي قعدة في عضا عارف وانه خلاص بيمهدوا ان يحصل ارتباط رسمي وبالنسبة ليه الناس اللي مرتبطة بالفعل فده برضو اجتماع عائلي بيقعد الدلو وشريكو وافراد من الاسرة في باون كويس جدا جدا والدنيا الحمد لله ماشية تماما طيب القراءة حلوة جدا للدلو والدلو عنده عطاء كتير جدا طاقة حب جبيرة جدا خرجها يا برج الدلو حتى فرحان جدا ومبسوط لما تحس قد ايه شريكو حاسس انه هو يعني محظوظ انه هو يكون بحاجة ذلك محتاج تعمل عملية تنظيف يا برج الدلو بطاقة قد ايه شريكو بشكل اسمها ايه يعني واقعي انه تنظف حواليك الكركيب اللي ما لهاش لازم ترنيها ده هينظف لك الطاقة كويس جدا وكمان ما تستش كانت نظف كويس ما تستش حاجه لازم تترجع كمينها تاني نظف. تمام؟ لو انت شغال على حاجة دلوقتي ما تقولش هعملنا دلوقتي بالشكل ده اي حاجة وباظبطة تاني بعدين. لا. نظف. عملية تنظيف. تمام؟ التنظيف زي ما قلنا. تنظيف عملي. بيتك. مكتبك. عربيتك. حاجات دي كلها. الموضوع ده حيجدد منطقة كده كده. تنظيف داخلي لروحك. انك انت تتأمل في نفسك وتقرب من نفسك. وتبتدي تزبط كده الطاقة بتاعتك انه تستقبل حاجات كويسة. انا انا شخص كويس. وهتجيل حاجات كويسة. وهوصل اللي انا عايزه كل الحاجات دي. هجيب لك في اخر ان شاء الله حاجات كويسة جدا. صلى طبعا من اكتر الحاجات اللي بتجدد الطاقة. ودي ما فيهاش كلام. ما فيهاش بصاد. هتلاقي وش تنور. يعني مش اكتر من كده. وكمان لو احنا بنتكلم بشكل عملي. التنظيف انك تبني مزبوط. ما تبنيش حاجة. وارجع ازبطها تاني بعدين. لا ابتدي على مضافة.